موسيقى اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من المطبخ طبعا انتوا عايقين نهاردة اليوم الشيف يسري وانا معاكم بداله لغاية لما يرجع لنا بالسلامة اه هكون معاكم الاسبوع ده كله ان شاء الله ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم اول وصفة هنعملها النهاردة هنعمل كابسة بالكاري اه نوع من انواع الكابسة السعودي حلوة جدا اه بسيطة وسهلة بتعتمد زي كل انواع الكابسة على البهارات اللي فيها وبتعتمد كمان ان نوع الكاري يكون من نوع كويس بيز ما تختاروش كاري يكون في حلبة لان الكاري اللي في حلبة بيغير الريحة وطعم الأكل اختارو دايما كاري من غير حلبة هنقول بقى المقادير بتاعتنا بتاعت الوصفة من نسبة للفراخ هستعمل فرخة كاملة اه يعني خليها متوسطة لكبيرة شوية هقطعها اربعة هتطبلها بملح وفلفل معلتين كبار كاري اه بودرة طبعا معلتين معلات كابابريكا عصير لمونة خمس معالي كبيرة زيت زتون وثلاث فصوص توم من تاني هقول تدبيلة الفراخ الفرخة كاملة هستعمل لها ملح وفلفل معلتين كبار كاري بودر معلات كابابريكا عصير لمونة خمس معالي كبيرة زيت زتون وثلاث فصوص توم الفرخة بتتبل لو ستين من قبلها بيوم يبقى افضل كبير معدير الرز بقى بتاعتي هستعمل كباة ونص رز بسمتي ابيض مش دهبي هستعمل بصلتين جزرتين مبشورين طماطميتين مبشورين برضو معلتين صلصة طماطم كباة بسلة مجمدة ليه مجمدة عشان تستوي معايا بسرعة وما لقيش البسلة محتاجة سل فالمجمدة بتشتغل معايا على طول مجرد نابة شوحها ومع سوى الرز بتستوي معايا هستعمل جزرة متقطعة مكعبات هستعمل معلقة كبيرة جنزبيل مبشور 4 فصوص طوم هستعمل بهرات كاملة عبارة عن 4 فصوص حبهان و4 جزبرة عود ارفة 4-5 حبات قرنفل كامل برضو ورقتين لورة هستعمل نص معلقة شطة وحبتين لومي ومعلقتين كاري خلاص 3 كبات 3 كبات ملقة فراخ شربة فراخ زيت وملح هقول تاني المقادير بتاعتي بتاعت الرز كباة ونصف الرز باسمتي أبيض هنقعوا ربع ساعة قبل ما اشتغل بيه بصلتين مبشورين يتبشر ناعم جزرتين مبشورين طماطميتين مبشورين معلقتين صلص الطماطم كباة بسلة مجمدة جزرية متقطعة مكعبات معلقة كبيرة جنزبيل مبشور جنزبيل فراش لو ما فيش هتستعملي تربع معلقة جنزبيل باودر 4 فصوص طوم وحستعمل بهرات كاملة الحبهان والكزبرة والقرفة والقرنفل ورق اللورة واللومي والشطة كمان لو عندك شطة كاملة هتبقى حلوة ما عندكيش ممكن تحمري قرنفلفل شطة كمان مع الخضار اللي هنحمرها وحستعمل معلقتين كاري 3 كبيات شربة فراخ وزيت وملح اول حاجة هعمل تدبيل الفراخ الفراخ حاولي تلعكيها بالتدبيلة بتاعتها علشان تدخل جواها وزي ما قولنا لو انت تقدار تسيبيها في التلاجة من قبلها بيوم بس على الأقل ساعتين ثلاثة وبعد كده هو اجي الفراخ هحطها البابريكا هتبديها لون حلو وانت بتشتري البابريكا البابريكا دي مش حرقة البابريكا دي عبارة عن فلف الرومي اللي هو القرنقوتي مجفف ومطخون اختريها مدخنة وليلو انا عايزها مدخنة علشان بتدي فليفر حلو مزاق حلو كده لأكل وبتدي لون طبعا فظية اجي البابريكا واجي الكاري واجي التوم واللمون هستعمل زيت زتون كمان هواية اربع معالق وملح وفلفل وبعد كده هو بعد ما تتبل الفراخ كويس هروح حطاها في صانية وغطيها ودخل الفرن حوالي ساعة لغاية ما تستوي بعد ما تستوي هكشفها بحيث تاخد لون احمر حلو خلاص انا بدلكها بالبهورات كويس عشان ايه تاخدها جواها مش هشيل الجلد من عليها بتدي لي شكل حلو للفراخ بعد ما تستوي بعد كده ساعة الأكل انت ممكن تشيل الجلد مش مشكلة بس زي ما قلنا حغطيها ودخلها في صانية الفرن لغاية لما قوتو واجن زي ما انت عايزة لغاية لما تستوي بعد كده بكشفها بتتحمر ممكن يا احمد نوريهم بس لونها هيبقى ازاي دي الفراخ زي ما قلتلكم بتتبلوها بتقعد فترة قدر الامكان وهتلينا المستويال في الفرن احنا سوينا لكم في الفرن طبعا عشان هي هتاخد وقت هيجي احطي كده هتحطيها الفرن هتحطي معاها يعني نص كباية مية مش اكتر من كده بصوا ده شكلها بعد ما تطلع من الفرن مرسي يا احمد ده شكلها بعد ما تطلع من الفرن اللون الاحمر الحلو ده جاي من الكاري ومن البابريكا وكده هو على جنب طبعا وهي بتستوي في الفرن هتعملي رز الكبسة نفسه هنعمل مع بعض دلوقتي الرز بتاعنا بستعمل لها زيت ما بستعملش سامنة فيها هحط شوية زيت وحاجة اول حاجة البهارات السليمة بتاعتي بسم الله الرحمن بحط البهارات وبخليها على النار تتشوح بغاية لما ايه دقيقة هي مجرد دقيقة ريحتها تبتجي وتطلع ما تحراقيهاش خجبالك هي دقيقة لانها نشوفوا لو انتو شامين الريحة ريحت القرفة بالذات بتالت تطلع جامد ايه وبتالت تطلع هروح حتى الجنزبيل والتوم برضو دقيقة عشان ممكن يتحرقوا يتحرقوا بسهولة الجنزبيل والتوم شوية من الشطح لو الكاري حرق ما تحطيه الشطح خيبه هو خلاص كيفاية اهو هاي الجنزبيل والتوم بسهو بكده هو يبقى على بوني انا حطى البصر انتو ممكن تزوجي فروز الكابسة شوية كركم كمان بس هو الكاري برضو بيديها لوني عايزها اصفر قوي ممكن تحطي رش الكركم بس اللون الطبيعي التاحة بيبقى احلى بس في ناشا انا عارفة انها بتحبها صفر قوي بصوا اي دي عشان كده البصل زي ما قلتلكم لازم يبقى مبشور ناعم لان انا ما بحمروش كتير انا ما بخليوش يتحمر كتير على النار هي دقيقتين يبقى بحط البهارات دقيقة بعد كده اكتوبوا الجنزبيل دقيقة احط البصل هو دقيقتين البسلة وزي ما قلنا البسلة مجمدة عشان تستوي معي بسهولة لو هي فرش مش هتستوي وادي الجذر ومكعبات في جذر مكعبات في الوصفة وفي جذر مبشور زي ما قلنا في المقادير برضو الجذر والبسلة دقيقتين لان هما هيخبصوا الرز بعد كده هتزود شوية زلز وغنانين وعلى نار حامية ام هيبة ام هيبة ايه زل التليفون ويعملنينا معلش تكلمينا تاني ادي اللي بناها نار حامية عشان كده انا بقلب على طول علشان ما يلسعش معك بعد كده هو هحط الطماطم اللي احنا بشرينها الطماطم ياب تبشوريها ياب تضربيها في الكابة او كيتشن ماشين من غير اي سواي وادي السلسة والجذر المبشور بقى والكالي ما بخليهمش يتسبكوا لان السلسة كافية يعني بس بخليهم يشكشكوا كده شوية على النار هحط الملح والفلفل يا اموهبة اموهبة هلو تليفون برضو مش سامينونو معلش معلش احنا تعبينك معنا وهحط شوية الفلفل سود بصوا احس ان هي بتشكشك كويس اهي بتغلي يعني جامد كده هو هروح مصفية الرز الرز خدوا بالكوا بدا بنقعته ما تقلبهوش مع الحاجة وايلا حيتكسر معاكي والرز البسمتي الابيض بالزات ديلكات قوي يعني هشة قوي بتكسر بسهولة فاخدوا بالك من النقطة دي علشان ما يبص معاكي بسم الله الرحمن الرحيم ادي الشربة بتاعتي برسي يا احمد المرأة تغلي حسقت الرز وطبعا اول خمس دقيق بيبقى على نار عالية ومتغطي وانس انه ابتدى يشرب السوائل بتاعته هروح ممطيع على اوطح حاجة واسيبه حوائي تلت ساعة علشان يستوي الرز البسمتي الابيض زي ما تعودنا ما بتقلبش كتير هي تقليبة واحدة طول الطبخ مرة واحدة وبشوكة علشان اا اقلم الهوى فيه لكن لو انا علبته على طول وبالسباتشولة كده او بمعلاقة برضو حيتكسر معاكي فاخد جبالك كويس قوي من النقطة دي مادام سهيم انوه صباح الخيط صباح النول جزاك يا مدم ايه أهلا وسهلا ازاي والسان او حضرتك طيب وانش طيبة حبيبه قلدي لو سمحتش عايزة صنية البطاطا عينيه احنا عملناها لسبوع الفات بس اقولك عملناها بطريقة سهلة انا متأسيفة كنت مسافر عينيه لكن هقولك على صنية البطاطا او شكرا او ابتدت الشربة تغلي بسم الله الرحمن الرحيم هحط الروز وزاي ما قلتلكو هغطيه لغاية حوالي خمس ست دقايق يبتجي يشرب كويس اجي اجي التقليبة وبعد كده لما يستوي هيتقلب مرة لغاية لما يخش يعني يبتدي يشرب السوايل كويس هروح موطيه عليه لغاية اوطى حاجة واسيبه يستوي براحة هروح لفاصل دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل استنونا رجعنا لكم من جديد عملنا الكابسة وهي على النار بتشرب ميتها ودي الفراخ بتاعت الكابسة اللي استاوت واتحمرت دي اخدت لون احمر جميل هنطبق الكابسة على بعضها في الفاصل الجاي ان شاء الله تكون استاوت هنعمل دلوقتي سلطة احنا بنقدمها جنب الكابسة هي المفروض بتقدم جنبها زبادي والدجوز بتاعها بس السلطة دي حلوة قوي فيها تسكيرة بسيطة فمع طعم الكاري الحرق تبقى حلوة قوي وطبعا الزبادي جنبها وهنعمل مناقيش مختلفة شوية هقول مناقيش الزعتر والجبنة الوصفة دي حلوة قوي انا كنت دقوتها عند بدرية قريبتي عجبتني جدا لان هي بين المنايش وبين البيتزا شوية حلوة قوي المقادير بتاعتي نص كيلو دقيق معلتين كبار لبن باودر نص معلقة سكر معلقة صغيرة ملح خمس معلق زيت زتون ومية دافية للعدم دي مقادير العجينة الحشوة بتاعتي هستعمل كوبات جبنة موزاريلا او جبنة اشقوان او جبنة الكاشكفال او جبنة اي نوع جبنة عندك حتى لو تشدر مفيش مشكلة ممكن تعملي جبنة بيضة وتخلطيها بشوية تشدر هستعمل معلق خمس معلق زعتر وثلاث معلق زيت زتون وهستعمل سمسم وبضايا علشان الوش هقول مقاديري من تاني العجينة لوحدها نص كيلو دقيق عليه معلقتين كبار لبن باودر نص معلقة سكر معلقة صغيرة ملح خمس معلق زيت زتون ومية دافية زي ما العجينة هتاخد معي الحشوة بتاعتي عبارة عن كوبات جبنة موزاريلا خمس معلق زعتر ثلاث معلق زيت زتون سمسم وبضايا للوش هبتجي اول حاجة ان انا هحط الدقيق مع زيت الزتون اللي عجبني في وصفة المناقش دي ان العجينة بتاعتها طرية وفي نفس الوقت ما فيها زيت كتير ولا ثمنة ولا زبدة فدي حاجة عجبتني جدا فيها وهحط معها اللبن باودر السكر والخميرة وهقلبهم واجيب بعد كده المية اللي حاجن بيها طبعا المية احنا بنضيف شوية شوية علشان العجينة كل دقيق بيحتاج نوع معين من ال سوري كمية معين من الميا لنوع الدقيق بيختلف من النوع للتاني يعني في دقيق بيشرب مية كتير في دقيق ما بيشربش المية بيطرد المية فاخد يبالك ان كمية المية تبقى أوليلا وبعد كده تزوديها علشان العجينة ما تبص منك لانها لو طريت حتطري تحطي لها دقيق تاني فبتغيري الكمية المئدير يعني كمية الدقيق بالنسبة لبقية المكونات بتختلف عشان كده احنا بنضيف شوية شوية هتلاقوها ابتدت تلم وتلم الجناب كلها لعلى اللي خلط معها لعلى العجينة ده معناها ان هي تتعجن طبعا بتسجيها تتعجن أكثر من كده خمس داية كمان يعني احنا حتى لو وقفنا عشان بس هي المفروض تتعجن أكثر من كده خمس داية يعني بعد ما هي اللم تبصه الكاميرا بتجيب خدت كل في الجناب خلاص العجينة خلطت لازم تفضل في العجينة أو على الإيد لو انتوا ما عندكوش عجينة تستمري خمس زي ان كنتي ستعجنية خلاص اهي بسيبها بقى تخمر لغاية لما حجمها يتضاعف العجينة اهي زي الفل ما شاء الله معنا بنسيبها تخمر لغاية لما حجمها يتضاعف وبعد كده بنفردها احنا حتى فردينها علشان الوقت وحقول لكم هنعملها ازاي بسي احمد بتفرديها على شكل قرص سبير بصوا المناعيش العادية بتبقى رفيعة وبتتعامل على الصاج زي ما عملناها بكده احنا عملناها كذا مرة بكذا طريقة دي بتتعامل في الفرن عادي تتخبص في الفرن عادي وعملة زي البيتزا كده اه بعدين بروح حتى الجبنة دايب ميدورها كده اهو الزعتر هحطه بعد ما تستوي عشان كده انا بقول لكم اهو العاجينة عجبتني وهي بين البيتزا شوية وبين المناعيش مغير بتاعة الصاج اهو اوكي كده اهو وبعدين ببتدي اقفلها موسيقى 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 واقفلها وبعد كده هدهنها بالبداية ورشها بالسمسم ودخلها الفرن طبعا لازم تضغطش كويس عشان ما تفتحش معاكي وهي بتتخبز هنجيب هنعمل البيضة موسيقى هدهنها بالبداية انت ممكن تحط كمان شوية زيت مع البيضة لو عايزة موسيقى علشان الزيت بقطع البيضة وبيخليهاش تمط وبتدهنيها موسيقى وبيدخليها الفرن لغاية لما تتحمل بس احنا هنحط على البيضة سمسم موسيقى كده اهو وادي السمسم موسيقى وبدخلها موسيقى وبدخلها الفرن تتحمل وحاوريكوا بعض الفاصل بتطلع ازاي انا هقول مقدير السلطة لان هي حلوة قوي واخصارة ان احنا نفوتها هستعمل كوبات كرومب متقطع لو عند كرومب احمر اوكي مفيش هنستعمل كرومب السلطة العاجي الابيض او الاخضر حزمة جرجير هاخد الورق بس هستعمل جزرايا مبشورة بصلاية ترنشات رفيعة خيارتين ترنشات بس خدي بالك ان انا بمقشرهمش بخلي القش معاهم حبات فلفل احمر متقطع رفيع وحستعمل فجل احمر برضو مجرد بكحته عشان يضلي اللون الاحمر فيه وحستعمل طمطماية متقطع شرايا الدرسنج بتاعي معلقة عسل معلقة خلية فاح عصير لمونة ثلاث معلق كبار سمسم وحستعمل شوية زيت زتون هاقول من تاني حتى لو انا استعملت مقادير للسلطة غير المقادير دي انا عملتها باي خضار انا عايزة الاهم حاجة في السلطة جيل درسنج بتاعها معلقة عسل معلقة خلية فاح عصير لمونة ثلاث معلقة كبار سمسم وزيت زتون اوكي اوكي ادي الخضار بتاعتي الجارجين مجرد بقطعه كده اهو اهو وبعدين بعمل الدرسنج بتاعها مني انا اخلط المقادير بتاعتي طبعا السمسم بخلي شوية علشان احطها على الوش والزيت الزتون اوكي وبخلطهم مع بعض السمسم التلات معالي دي كلها بحطها في الدرسنج نفسه غير السمسم اللي برشه على الوش في الاخر مع العسل بتبقى مسكرة تسكيرة بسيطة وطعمها حلو قوي احنا الوقت ممكن نروح لفاصل هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل استنوني المترجم موسيقى رجعنا لكم من جديد هنغرف الكابسة دلوقت بتاعتنا وهنحط عليها الفريخ الفريخ الفريخشوفوا لونها حلو ازاي بنحطها فوق الكابسة كده اهو وبعدين ممكن شوية السوس اللي فضل ده احطه فوق الفراخ بصوا هيديها لمعة كده يخليها بتلمع وشكلها حل اهو كده اهو وبعدين اي نوع بقى مكسرات عندي بروح حطها عليها سوى صنوق برلوز اللي انت عايزة يعني اللي بتفتحه فيه بتحط عليها دي كابسة بالكاري حلوة جدا خصونا بقى لو الكاري حرق وانتوا بتحبوا الحاجات المشطشطة مادام هيام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا مادام هيام عاملة ايه اهلا بحضراتك يا مادام آية الاخبار كله تمام الحمد لله زي حضراتك الحمد لله يا حبيبت قلبي كله تمام دايما كده استقال لكم نورة قناة الحياة بسي ربنا خليكي ليه الله يخليكي حبيبت قلبي عنايا ليكي اسلاميلي تسلم عينيك يا حبابتي ربنا يكرامك مادام آية عايزة اقول لحضراتك حاجة ايه ان شاء الله يعني عايزين مرة حلقة كده من ايدك الحلوة وزوءك العالي دوكوريشن دوكوريشن التورطة اه اه توديب الصفرة اه حاجات اه ويا ريت حاجات حلوة بقى من الجلاش عنايا والصفات والمروار وحاجات جميلة من يديك عنايا لاتنين تحب الحلويات شكلتك سلم ايدك يا عمار الله يخليكي حبيبت قلبي الله يخليكي شكرا العاف حبيبت قلبي مع السلام اه بصوا دي السلطة اللي عملناها بالدرسنج بتاع السمسم انا لسه مرشدش عليها السمسم بصوا شكلها حلو ازاي حتى ربتجبها لنا من فوق يا محمود ايه دي ايه الكبسة و ايه السلطة بعد كده هو برش عليها بقى سمسم تاني علشان ايه السمسم بقى طبعا يا ليه التحمسين اي نوع بغارات او حبوب بيتفضل نوع يتحمس ليه علشان الزيوت العطرية اللي فيه تطلع بيبقى طعمه احلى كتير كتير من وهو نايل دي حاجة حاجة تانية بقدر احفظه اكتر يعني السمسم لما يتحفز متحمس الكوزبارة مثلا كل الحاجات دي اشيلها متحمسة بيقل لنسبة الرطوبة فيها فبالتالي ما بيخش لاش لعفن ولا سوس ولا حشرات التحميز بيحفظها هحط زيت الزيتون التلات معالق على خمس معالق زعتر دي المنقوشة بعد ما طلعت وقبل ما حط عليها الزعتر ودي اللي عليها الزعتر وقطعناها كده او هيعز شوية زيت وبعدين بيجي بروح حتى الزعتر عليها في النص زي ما قلتلكم قبل كده المنقوش دي غير منقوش الصاج اللي هي الرفيعة دي مختلفة العينة مختلفة والطعم مختلف بس حلوة جدا لو جربتوها هتعجبكم حلوة في المدرسة مع الولاد في المدرسة بس تحطي الزعتر قبلها فترة عشان ينشف عليها علشان مايروحش يلازق في كيس البلاستيك اللي انت حطاه في المدرسة يبوز زي ما تحطيها في علبة زي ما اتفقنا في الحلقة بتاعت حكة المدارس ان لما انا احط الصندوشات او اكل الاطفال في علبة او في لانش بوكس ده بيحفظ شكله فبيبقى حلو شكله لما ييجي الطفل ياكله ما بيتبهدلش اهي ادي المنقوشة الكاملة واجي المنقوشة لما بنقطعها وجبنة بتتسيح من نعم خلاص الزعتر ده مفيد قوي انا جديت يا اللاير حما كان عندها وصفة حلوة جدا طول الشتة بتعملها للمناعة من الزعتر بتخلص الزعتر مع حبة البركة مع فصل طوم يعني مع علقتين زعتر مع مع كبار مع علقة صغيرة حبة البركة فصل طوم وزيت زاتون شوية زيت زاتون وبتعمل الخلطة دي على الجبنة القريش على اي جبنة مش عايز اقول لكم بتزود المناعة دي احنا داخلين دلوقتي بين الفصول تغيير الجو الفيروسات كتير والولاد كتير قوي بيعيو فالحاجات دي طبيعية وفي نفس الوقت بتحسن وتقوي المناعة الزعتر من الحاجات الممتازة والثوم طبعا وحبة البركة فهم مع بعض مع زيت الزاتون وصفة خارقة مع الجبنة القريش بقى او اي نوع جبنة او حتى هو في صندوش لواحده مش عايزة اقول لكم بيبقى حلو ازاي يبقى ايه احنا عملنا المناعيش وعملنا السلطة وعملنا الكابسة احنا عجنت المناعيش دي احنا قلنا انها شبه البيزا شوية فاحنا ممكن نستغل لها ان احنا نعمل بها معجنات تانية ممكن نعمل بها معجنات للمدرسة هحط لهم فيها سنسوسيش واخضار لان الولاد بيحبوا الصاسج وحنا قبل كده عملنا مرة في البيت عشان يبقى صحي اكتر سواء هتستعمل اللي في البيت او تستعمل اللي برا بيبقوا حلوين في المعجنات احنا ممكن نعمل الكيكة هعمل الكيكة الاول بتاعت النهاردة هعمل كيكة شوكولاتة باللبن الراي ومعاها صوس شوكولاتة حلو جدا الكيكة حلوة والصوس بتاعها حلو قوي هيعجبكم وبعدين فيها ميزة ان الصوس بتاعها سهل لا محتاج نار ولا محتاج حمام مية ولا محتاج ان الشوكولاتة تتحرق منك الناس اللي بتتحري منها الشوكولاتة والناس اللي بتنشف معاها والناس اللي بيتفصل معاها الصوس على النار مش محتاج الكلام ده كل الكيكا المقادير بتاعتها هستعمل أربع بيضات كباية ونص سكر كباية لبر رايب تلتة أربع كباية زيت معلقة صغيرة فانيليا وهستعمل عشرين جرام زبدة كباية ونص دقيق معلتين صغيرين بيكين باودر ورشة ملح مقادير الكيكا من تاني أربع بيضات كباية ونص سكر كباية لبن رايب تلتة تربع كباية زيت معلقة صغيرة فانيليا عشرين جرام زبدة كباية ونص دقيق معلتين صغيرين بيكين باودر ورشة ملح الصوس بتاعي عبارة عن كباية سكر كباية كاكاو كباية زيت كباية صغيرة المهم عندي أني كنتي توحدين للمقدار في الصوس يعني استعملتي نص كباية يبقى هنا نص كباية هنا نص كباية ماشي الويدار كله بنفس الحجم يعني لو كباية سكر هتبقى كباية كاكاو كباية زيت وحليب أو لبن رايب يفضل لو لقيت الصوس سخين معاكي عايزة تخفيفيه حسب ما بتحب انت الصوس ازاي في ناس بتحب الصوس سخين في ناس بتحبه زي السيرب خفيف فانا هخفف الصوس ياما بلبن حليب ياما بلبن رايب حسب ما انت عايزة الكاكاو اللي هنا لو انا مستعمله دارك غامق او كاكاو خام حطي سكر يكون ناعم يعني مش عايزة السكر يكون خشن عشان مايتعبكيش ويحبحب معاكي وحنضربهم بالخلاط من غير اي نار هاجي اعمل الكاكا بتاعتي الاول يا كريم هالو هالو ازاك يا تمتائي ازاك يا حبيبي عامل ايه تسلم ايضك على الحاجات الحلوة اللي انت عاملها دي مرسي يا كريم تسلم يا رب انت مش في المدرسة ليه ايه مش في المدرسة ليه لا اصلي المارضة عجال اه اوكي انت في سنة كام يا كريم ماشا الله يا حبيبي عناية ليك ماشا شكرا اوكي دلوقتي هبتدي اعمل هحط اول حاجة البيت بتاعي اللي اربع بيضات في حاجة عايز اقولها لكم على البيت كمان افتكرتها دلوقتي في ناس بتجيب البيت وتحطه في التلاجة على طول من غير ما تخسله وفي ناس طلعت علينا تقول لنا ان البيت لما بيتغسل غلط لا طبعا فيش حاجة اسمها كده ماينفعش ان انا حط البيت بكل الحاجات اللي عليه دي اللي اخدوا بالكم ان المسان بتاعته يعني لازم اصبن البيت بالليفة والصابونة قبل ما يتحط في التلاجة ماينفعش اجيبه اخليه بكل الحاجات والجراسيم والبكتيريا اللي عليه وبعد كده اجي استعمله هو انا بكسر قشرة البيضة لو عليها اي بكتيريا ما هتخش مع البيضة جوه طب ايه لازمتها لازم البيض يتصبن علشان كان فيه فترة كده على الانترنت انتشر كلام يقول ان احنا ما نصبنش البيض ونخلي بيت زي ما هو لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده البيض لازم اجيبه لك كده كمان ثانية واحدة وادي السكر كوباية ونصف وادي اذا ذهبا و هبتجي اضربهم ال هنشغلوا هنضرب البيض مع الفانيليا مع السكر اول حاجة بعد كده اهو بزود عليهم الزبدة الزرد ده عبارة عن عشرين جرام مش اكتر حاجة بسيطة وبعد كده هحط اللبن الرايب بسم الله الرحمن الرحوم على فكرة فيه في المقادير نقص الكاكاو فيه عندي نص كوبات كاكاو في المقادير نقصه معلش نزودها لا ده في الصوص في نص كوبات كاكاو في الكيكة نفسها واجي الزيت بعد كده اخر حاجة بديو الباكين فاودر بس انا ايه؟ هحطوهم بايدي بالسباتولة يعني سحطوهم في المكنة هواقق في المكنة هحط رشة ملح بسيطة هنوقف المكنة و هنقلب بالسباتولة الدقيق والباكين فاودر هاجي هحط دقيق خليها نطلحها احسن برا و هاقلب الكاكاو و نزله تحت وبعدين هحط الباكين فاودر و ادي ايه بسم الله ادي ايه طبعا يفضل ان يكون منخول يا ماليم ازايك يا مادام ايا اهلا وسهلا ازايك عامل ايه؟ انت جيت لبنان ما كلمتينيت لا والله الجنوب اللبناني لا لا ما جتش جنوب لبنان خالص انا روحت بيروت يومين ورجعت ما روحتش الجنوب خالص انت ماريا اميل بعدت لنا الكتاب انا اللي عايزة اخذك الجنوب اللبناني اللي انت مره بعدت لنا الكتاب انا وشاف يوسري ايوه ايوه ازايك يا ماريام عامل ايه؟ الحمد لله انا والله نفس اتعرف عليك حقيقي يعني اهلا بيك كل اهل ابنان بيروت دي مش عايزة اقولك من المدن القريبة جدا من قلبي واللي بحبها جدا يعني لازم كل فترة روحينيك بلد جميلة وشعب حقيقي راقص لو كلمتيني كلها اربعة وخمسين دقيقة وانا اكون عندك في بيروت خلاص المرة الجاية عناية عناية المرة الجاية هكلمك على طول بس يالب تبعتيلي تليفونك تاني او سيبولي مع الكنترول لو مفيز زحمة انا نصف ساعة بكون ببيروت خلاص اوكي عناية طب عايزة تنزليلي على الساسة مقادير الفطيرة بالشوكولاتة اللي عملتيها مع العيان يوم الجمعة من عناية الاتنين اللي هي بحشية شوكولاتة ايوان علشان اصورها اوكي حنزلها لك من عناية الاتنين حبيب تقلبي وسيبيني تليفونك في الكنترول ايه دي اله بيروت من البلاد اللي فعلا جميلة يعني مهما الواحد راحها ما بيشبعش منها كده اهو حاولي قدر الامكان ما يبقاش في اي نقط من الدقيق او البيكين باودر ما تخلطتش لان الكيكة شوكولاتة فلما تيجي تقطعيها بعد كده ما انت تلاقي فيها نقطة بيضة فمش هتبقى حاجة حلوة يعني انها ما تخلطتش كويس يا امه اخلطيها بالخلاط كمليها بالخلاط بس على سرعة هادية لو انت مش عايزة تعمليها بيدك خلاص حاجة تانية هقولها لكم بالنسبة لكيكة الشوكولاتة تاخدوا بالكو برضو منها انا لما باجي بدهن القلب بدهنه بزيت او بسبنة مثلا ما برشش بقى في دقيق برش في كاكاو ليه لان هي الكيكة غمقه فلما يجي ارش دقيق هيعملي طبق ابيضة فوق الكيكة فمش هيبقى شكلها حلو فانا باجي باروح واخده بعد ما بدهنه باروح واخده شوية من الكاكاو وبرشوهم فيه عشان ما يعمليش طبقه بيده احنا عايزين طبعا ننظف اللوية تحتنا ده كده اهو وعشان كمان القلب بيوقع فوقعنا الدنيا معلش كده اهو وبعد كده اهو انا هاجي هنا جات لما هم ينظفوها بسم الله الرحمن الرحيم هتخش الكيكة على فرن 180 بكون طبعا محميه يعني دايما لما اجي اعمل الكيك بحمي الفرن اول ما بتدي اشتغل في الكيكة لو الفرن الكهربا ممكن احميه قبلها بشوية ليه؟ لان الفرن الكهربا بياخد وقت علشان يحمل بصوا هنا فيه اهي نقطة بيضة دي باشيلها عشان ما تطلع ليش هاجه بيضة في الكيكة يا مريم هلو؟ هلو؟ انا صراحة بطبع حلقاتك كتير قوي وفي اخر الحلقة من تبعيها لانها كان بيضة بعنمي الاطفال ازاي يطبخوا ويعملوا في النشاط للمدرسة واو انت قولي ايه دي بقى بتعرفي تابيسة منشاط للمدرسة؟ اه شطورة يا مريم احنا قريب جدا هيكون عندنا مفاجأ الاطفال يا جماعة وان شاء الله كده كلكوا تكونوا معانا فيها عاملين لكم حاجات حلوة قوي بس تستنوا علينا شوية كده وهناعمل لكم حاجات حلوة قوي عناية ليك يا مريم عايزان يعملك حاجة؟ اه انا باهرف اعمل تندرسة كتيرة قوي للمدرسة اللي بعمل تندرسة الصبح شطورة يروح يسيبيه بقى تلفونك في الكنترول واسمك وهنابقى انكلمك بإذن الله حبيبتك اوكي انا كمان عايزة اعرف اتعلم الكفتة بنتي تعمل في الصلصة ازاي؟ اللي في الصلصة حاضر هقولك النارده الكفتة في الصلصة من هناية ليك اوكي هتعندك كم سنة؟ عندي سيسة عصيين سيسة عصيين يا لوحي من هناية الاثنين حبيبية قلبي هناية الاثنين مرسي يا مريم هنحطها في الفورن وهنعمل وحنعمل الصلص بتاعها هضربه في الميكسر عشان يكون سموث هقول تاني مقدير الصلص بتاعتي هنشيل بس الكلام ده كله علشان الدنيا تبقى مزبوطة مرسي يا احمد مقدير الصلص بتاعتي عبارة عن كوباية سكر كوباية كاكاو كوباية زيت وحستعمل قلنا يا حليب يا لبا الرايب علشان لو صص تخين معايا وعيزايا يخفل وهو مزبوط خلاص يبقى هادي السكر بسم الله الرحمن الرحيم وادي الكاكاو وادي الزيت زي ما قولنا بنخطو عالبارد انا مش محتاجة هنا خالص اي نار بدربه واشوف طقل الصوص هو بالنسبة لي حلو مش عايزة اكتر من كده لو انت عايزة خفيف زي السيروب كده ممكن يعني لسنا لو هتحطي الصوص ده على ايس كريم او على اي حاجة محتاجة انه صوص يبقى خفيف خافي فيه ايما بحليب ايما بلبن رايب رايب هات لنا الكيكا ترسي احمل ده شكل الكيكا بعد ما بتخلص وبعدين بسب عليها الصوص بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى جميل اها انا عرفة ان اغلبية الناس بتحب الشوكولاتة وبتحب صوص الشوكولاتة دي كيكا الشوكولاتة باللبن الرايب حلوة وجميلة طعمها حلوة قوي لو جربتوها هتعجبكو جدا هاروح لفاصل دلوقتي هطلع لفاصل لسه معنا وقت وقت قبل الفاصل احنا عملنا ايه على فاكرة بقى كيكت الشوكولاتة دي كبير لما تيجي تقدميها ممكن يتقدم معاها كريم شانتي يعني ممكن تقدمها عايس كريم ممكن تقطع نقطعها احنا ممكن حتى ممكن نقدمها ونعمل الكريم شانتي بعد الفصل حواليكو زي بنحنا نقطعها ونحطها في الطبق ونحط جنبها كريم شانتي او عايس كريم ونصبوا عليهم الصوس اللي احنا عاملينه بتبقى حلوة جدا جدا كيكة الشوكولاتة كمان فيها طرق كتير جدا يعني فيه شوكولاتة بستعمل فيها شوكولاتة خامة بشورة اسهل طريقة والاقتصادية اكتر اللي انا بستعمل فيها الكاكاو الخام لان هي بتبقى اولا سهلة خفيفة الشوكولاتة نفسها اللي هي الشوكولاتة المبشورة بتبقى تقيلة فبتبقت الكيكة مدكوكة شوية لكن اللي فيها كاكاو بتبقى هشة اكتر كمان الكيك اللي فيه زيت انا بالنسبة لي بحبه اكتر بكتير انه ببقى هش عن اللي فيه زبدة او سبنة فانتي بصو الصوص بتقل شوية لان انا ما خففتوش بعد ما بتحط ويتقدم بيبقى ثابت لو انت عايزة بقى خفيف خالص يبصوا لما بتعملوا كده اه ماسك نفسه صاص صخين اه ماسك نفسه وبيبقى شكله حلو جدا لما بتقدميه وطعمه مش عايزة اقول لكم ايه هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل تاني متأخروش علينا واتتحركوش راجعين لكم استنوا رجعنا لكم من جديد اه انا كنت قلت لكم ان انا بحبس العجينة بتاعت المناقش دي ان انا ممكن استعملها للبيتزا كمان فانا هستعملها النهاردة مش مجرد عجينة المناقش هنعمل بيها بيتزا بس انا هعمل بيتزا بمكونات مستوية شوية يعني مش هحط المكونات نية هعملها بطريقة علشان العجينة متاخدش كمان معي وقت في الفرن وهتطلع البيتزا تعملها مختلفة وحلوة جدا هستعملها لو انت مثلا كمان عندك روزماري فرش اخضر هتتحط معاها هيبقى حلو قوي لو انت عندك زعتر اخضر هيبقى حلو معاها يعني حاولي تحطي فيها عشاب خضر دي حاجة حاجة تانية كمان ممكن تستعملي فيها حبوب كاملة يعني مثلا نحط فيها ايه كمون مش مطحون كان فيه بيتزا امريكاني هو طبعا مش حارف اقول الاسم ايه براند مشهور جدا بيستعمل الحبوب المش مطحونة في مكونات البيتزا بتاعته فطعمها فعلا حلو جدا يعني بتجي فليفر مختلف انا هستعمل هنا مكونات البيتزا العادية اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي سوسيس مثلا متقطع فلفل الوان شرايح بصل شرايح هستعمل زاتون متقطع وهستعمل سوس البيتزا وهقول لكم ازاي بنعمله دلوقتي وهستعمل جبنة موزاريلا انا هعمل ايه هاخد البصل والفلفل الالوان وهاخدهم تقريب على النار يطروا معاها بشوية زي الزاتون مقادير العجينة هي نفس مقادير العجينة بتاعت المناقش اللي انا استعملتها للمناقش هقول لكم اقدارها دلوقتي تاني هي كوباية ونص دقيق معلقتين كوبار لبن فاودر نص معلقة سكر معلقة صغيرة ملح خمس معلق زيت زاتون ومية دافية وفيه معلقة خميرة متوسطة يعني نص معلقة كبيرة خميرة فورية انا بقلب البصل والفلفل لما يطروا عايزهم يطروا شوية مش عايزهم مقرقشين وزاي ما قلتلكم انا هستعمل كمون حب في الوصفة دي لو عندك كمان كراوية رشة كراوية حب هتبقى جبارة معا نبقى العجينة انا قلتلك عليها المكونات سيبالك انت اختيار المكونات انت عايزها بس انا زي ما قلتلك باخدهم تقليب على النار بعد كده اهو هط السوسيس بصوا بقى في السوسيس السوسيس ده لازم يتسلق قبل ما استعملوا حتى لو انا هنخمره حتى لو انا هشويه ليه لان المشكلة فيه ان هو النار ما بتقشش للرحوم المصنعة دي جوه يعني هتلاقي القشرة بتاعته من برة حمارة إلا بقى لو انا مقتعار فايا قوي وبحمره الوحده من غير الخضار دي ساعاتها ممكن ان هو عايزه الكمول مكراويه الحبه وحبه باركه برضو شوية اه احنا اه لو انا بحمره الوحده وهو متقطع على طرنشات رفيعة كده ده كافي ان انا اخليه استوي لكن لو انا الوقت انا بحمره مع الخضار مش هيستوي كويس قوي لازم اكون سلقه الاول لو انا هجي حشويه على الجرينل على الشواية لازم استقل الاول ولو خمس دقائق لو انا حتى هحمره في زيت يعني في شوية زيت كده هحمره برضو لازم قبلها استقل ايه لا بحادث لو انا هحمره زي البطاطس في زيت غزير ده الحرارة قويه اوكي هتبقى كافية بس على ايه استوى امتى لما يبقى يفرقع على ايه فصل الغلاف الخارجي يبتدى يفرقع منه ده معنا انه هو من جوه الحرارة قويه في جوه لكن لازم اخب بالي كويس جدا انه هو يستوي معي كويس حتى اللي انا عامله في البيت يعني حتى الساسج اللي انت بتعمليه في البيت لازم يستوي كويس اهي هحط اوريجانو وهحط الكراوية والثمون الحط رشف مش كتير بس بيده طعم حلو اوي لو العجينة بتاعت البيت زي انت عاملها تخينة ممكن تعملي حاجة عشان الجبنة المتظرين لك تبقى حلوة معاكي العجينة تخينة يعني هتاخد وقت في الفرن عشان تستوي فالجبنة هتنشف فحنعمل ايه اهو كده كفاية قوي خلاص ملسه محتفظ بلونه بس طرية الخضار ما بقيتش ما يرمشها جامل خلاص حاجة اجي عجينة البيت زي عندي اللي هي عملت بيها المناقش مفروضة بتتفرر في الصينية وبعدين باجي عمل لها حرف والحرف ده هحاول انزله شوية واخليه كأنه مدور يعني مستوي علشان يبقى شكلها في الآخر حلو يعني بصي اضغطي كده هو بحيث يبقى شكلها حلو معاكي في الآخر بيزايا تبقاش مع وجه كده يعني يبقى شكلها حلو أم باسم أم باسم ألو أيوة إزايك يا مدام آي عملا إيه الحمد لله يا حبيبية قلبي أخبارك إيه تسلم إديكي على الحاجات الجميلة دي الله يخليكي يا روحي من عناية الاثنين ديكي والله انت كل مرة احني بصراحة بتعملين حاجات جميلة بتعلمين حاجات جميلة تسلمي حبيبية قلبي تسلميلي الله يخليكي لو سمعتني عوزة طريقة أمو علي بس ماشي من عناية هقولك طريقتين النهار دا لأمو علي حلوين قوي الاثنين هناية الاثنين الله يخليكي النهار دا كمان مع السلامة حبيبية قلبي عايزة أتكلمكم في موضوع مهم جدا إحنا تكلمنا فيها قبل كده بس أنا عايزة أتكلم فيه آخر الحلقة علشان إحنا داخدنا مدارس والحلقة بتاعت الجمعة كنا بنتكلم إن إحنا لازم نبعت مياه مع أولادنا المدرسة وتكلمنا على الزمزمية وعلى إزاست المياه المعدنية بس ما تكلمناش بالتفصيل النهار دا إن شاء الله أنا عايزة أتكلم معاكم في الموضوع دا لإن دا مهم جدا جدا لصحة أولادنا لإن دي مشكلة كبيرة قوي بتقابلنا هنتكلم فيها إن شاء الله دي صلصة البيتزا صلصة البيتزا دي هبارة عن فصين توم أنا يا دوبك ثواني على النار أقل من دقيقة بروح نازل عليهم بطماطم مبشورة معلقة صلصة وزعتر ومعلقة سكر خلاص يقلوا غلوتين على النار وبحطها ما بحطبخاش قوي دي غير صلصة البيتزا اللي هي المطبوخة اللي هي بتقعد لها عشر داقيق وربع ساعة على النار معلقة السكر بتفرق قوي مع الطماطم كده هون أنا بقى هعمل إيه هي العجينة عندي هنا وسط العجينة مش تخينة ومش رفيعة بس أنا هدخلها الفرن بالمكونات اللي عليها عشر داقيق وبعد كده لما هتطلحها من الفرن هحط لها الجبنة الموزاريلا الجبنة الموزاريلا وأرجحها تاني لغاية لمسيح الجبنة بالطريقة دي هتحترزي بالجبنة طرية هتبقى أحلى حاجة تانية كمان ممكن أقولك عليها بتخلي الجبنة الموزاريلا ستيل طرية أنك تخلطيها بالكريم تشيز يعني تجيب الجبنة الموزاريلا المبشورة مع شوية كريم تشيز يدخلطوا كويس قوي مع بعض وبتتفرد حتى أنت ساعات بره في المحلات بتحسي أن تعمل الموزاريلا شابع الكريم تشيز شوية فالكريم تشيز اللي هي الجبنة الكريمي دي بتخلي الجبنة المنزلية لما تنشافش تحتفظ بالتراوة بتاعتها فدي برضو طريقة علشان الفيتزا تكون الجبنة سميكة وفي نفس الوقت طرية اهي النوقة دي نحطينا الصلصة عليها بنسبة بقى للناس اللي بتعمل دايت ياخدوا بالهم بحاجتين في البيتزا البيتزا حلوة جدا ممكن تبتاكل في الدايت بس بشرطين اول شرط ان العجينة تكون رفيعة لان العجينة التخينة طبعا صغراتها اكتر بكثير من العجينة الرفيعة تاني حاجة ان الجبنة المنزلية نفسها تكون قليلة لان برضو فيها كمام الدهون يبقى البيتزا لو انا حاجز اكلها في الدايت اقلل جبنة المنزلية واعملها رفيعة وقدرة كلها بس طبعا مش حاكل اللي صانية بحالها بيبقى فيه برضو مقدار حسب الرجيم اللي انت يمشي عليه بس لو انت مثلا ديكي سلايس بيتزا الدكتور بتاعك كاتب لك مثلا سلايس بيتزا في الدايت لما اروح اطلع بره اكل بيتزا ما اختارش بيتزا سميكة او اختارها مثلا فور تشيز لا طبعا اختار ارفع بيتزا واختار اقل جبنة علشان ما اضيعش الدايت بتاعي انا حرسم حفرة سوريا المقادير بتاعتي ايه هنا اهو كده اهو وحدخلها الفورن ولما تستوي حطلحها احط عليها الجبنة المتزارلة وادخلها تاني هندخلها الفورن ايه الفيتزا لازم الفورن يبقى سوح جدا جدا ولازم حاجة تانية ان انا احطها تحت يعني اخلي الرف بتاع الفورن او تحاجة اه لو انا عندي الحجر بتاع الفيتزا الفيتزا ستون احنا قبل كده عملنا حالة عن الفيتزا واستعملنا الحجر ده ممتاز طبعا هتطلع الجزائي بتاع المحلات بره بالزبط لو انا عندي فورد حجر نفس الكلام ما عندي ايش خلاص هعملها في الصينية مافيش مشكلة بس احاول ان الصينية تكون سميكة ما تبقاش وفيعة في كل حاجتي اللما بتيجي تشتري اواني منزلية حاولي تاخدي القعدة السميكة لان هي بتوزع الحرارة صح سواء في الفورن او سواء على البتجاز القعدة السميكة بتوزع الحرارة صح انا لما طلع الفيتزا ادي حبة البركة والكمون عندي ووريجانو تاني حرشهم عليها وهرش عليها الجبنة الموزاريلا انا دلوقتي احنا قدامنا اديه على الفاصل يا محمود لسه وقت هبتجي معاكم في موضوع اللي احنا هنتكلم فيه ان هو هياخد معانا وقت فنبتجي الموضوع الموضوع ده اللي هو البلاستيك انا لما باجي ادي ابني الميا معدنية او ميا في المدرسة فيه ناس تيجي تاني يوم تروح ماليا جلسة الماء المعدنية تاني ودي حاجة خطيرة جدا ليه احنا طبعا والعياز وبالله بنحظين ان السرطانات كثيرة جدا ما كناس زمان بنسمع عن الكنسر والامراض الغريبة اللي احنا بنشوفها الايام دي الحاجات البلاستيك من اكتر الحاجات اللي بتسبب السرطانات بس مش كلها في منها انواع كويسة انا لازم اعرف استعمل ايه وما استعملش ايه المشكلة احنا عرب كلنا ما بنقراش ما بنشتريش الحاجة امسك اقرأ عليها ايه وللأسف ساعات كتير قويلا ببقرأ ما بفهمش انا بقرأ ايه ما بفهمش ده صح ولا ده غلط ده حيفدني ولا يضرني حاجات كثير جدا بنتم امكتوبة على الموسيقات وعلى العلب معناها سموم بس للأسف احنا بناخدها وبنا كلها عادي زي مثلا الملح الصيني اللي هو الامت جي ده من اكتر الحاجات المضرة في تاريخ البشرية ممكن يمع مكتوبة على العلبة انا مش عارفة ايه ملح الصيني فاقنا ملح عادي وخلاص فلازم اخد بالي كويس جدا البلاستيك عشان اشتري بلاستيك احنا عندنا علبة بلاستيك يا احمد اي اي حاجة بلاستيك لازم ابص ده سيليكون هو مش بلاستيك بس سي انه هو ده بلاستيك هيبقى وراه هنا عندي لازم يكون عليها مثلث جوارقة مفيش مثلث جوارقة ماشتريهاش حتى لو هي اغلى انواع البلاستيك خذي بالك من نقطة دي كويس جدا دي هتلاقي فيها مكتوب عليها المثلث اخسلها لي ايه مش مشكلة انا هوريكو بيقى معمول عليها ايه هرسملكو هنا اهو اهو مسلث كده في اسم ده معناه ان البلاستيك ده قبل التدوير يعني ايه؟ يعني سيعد استعماله تاني يعني هيتسيح وهيعد استعماله تاني خلاص المشكلة بقى مش في كده المشكلة في الرقم اللي جاء البلاستيك في عندي اول حاجه رقم واحد علي رقم واحد كده جوا البلاستيك هتلاقوا بقى المياه المعدنية الازايز من الرقم واحد ده مع انه امن سيف واستعماله في الاكل استعماله لاني لو شاريت برطمان صلصة عليه واحد شغال الازايز المياه شغاله شامبو شغال كل حاجه لكن مرة واحدة استعماله مرة واحدة بس ماينفعش ان انا استعمله تاني هيتفاعل مع الاكل وحيصبب لي ابراد سرطانية ماينفعش اي حاجه مكتوب عليها رقم واحد استعمالها مرتين استعمالها تلات مرات عشان كده ازاست المياه لو هي مكتوب عليها خمسة اشتغل بيها لو مكتوب عليها رقم خمسة املي ازاست المياه لابنك وديها لو انت متطمنة لكن لو عليها رقم واحد نصيحة لله ارميها بعدها اول مرة اول مرة خلاص عدد تاني مرة ماينفعش ماينفعش ان انا اشتري طبق اهو بولة مثلا بلاستيك والاقي مثلا والاقي المكتوب عليها واحد لا ده انا استنى انا جايلك على الفلين ده هنتكلم عليه في الاخر هاجيلك للفل احنا بس في رقم واحد اه بصوا اهو خمسة مش عارفة هيبان في الكاميرا هي العلبة اللي محمد هيبان مش هيبان مش مشكلة المثلث ده لو مش موجود على البلاستيك متشتريش البلاستيك خالص لازم يكون حتى لو اغلى انواع البلاستيك ما عليهوش مسلث متشتريهوش عليه مسلث قريب احنا دلوقتي ايه؟ رقم واحد رقم واحد ده امن استعمال مرة مرة بس سواء في اكل في علب سلسة في بينات باتر في شوكولاتة اي حاجة امتوب عليها واحد اشتريها سيف بس متستعملاش غير مرة واحدة رقم اثنين بقى رقم اثنين اجي المثلث علي رقم اثنين رقم اثنين ده امن بس مش للأكل رقم اثنين استعمله مثلا لو علبة سي دي يعني ممكن اقدر امسكه واستعمله لو لعب برسي يحمد برس برده اجي العلب ده اكبر شوية مش عارفة مش حبان صغير برده يعني بصوا هو بيبقى هنا اهو اه بالبارز هو مش عارفة الكاميره ممكن ما تبينوش قوي بالبارز بيبقى عندك حاجات كتير مكتوبة منها المثلث اللي انا بوريهولي ده رقم اثنين ماداش استعمله علبة للأكل ابدا ده معنانه هو امن للاستعمال يده وامسكها اتعامل بيها لعبة لابني ماشي هتشتغل لكن ماينفعش ان انا اكل فيها ماينفعش استعملها في المطبخ هي بس فقط للاستعمال الخارجي يعني ازايز الشامبو اوكي اي حاجة بلاستيك كياس الباليف بيها مش الاكل الكياس الباليف بيها مثلا الكياس المحلات يعني حتى برا انا عايز اقول لكم حاجة برا بيبقى المثلث باين على كيس المحل انه هو رقم اثنين لكن مايجيش استعمل رقم اثنين ده في الاكل يبقى واحد استعمال مرة واحدة اثنين استعمال امن مش للأكل يعني للملمسه اشتغل بيه استعمله كذا مرة اجي ليبني في لعبة اجي بقى رقم ثلاثة ثلاثة ده من اكتر انواع البلاستيك من اكتر انواع البلاستيك وبقولها تاني يعني وللأسف هو ارخصها فهو اكترها انتشارا اكتر بلاستيك منتشر رقم ثلاثة اللي هو بيسموه بي بي سي بيستعمله في مواسير السباكة ماشي هو يشتغل في مواسير السباكة حالو او البنيل هو برضو نفس رقم ثلاثة فببقى المثلث مكتوب عليه رقم ثلاثة لعب الاطفال الرخيصة في محلات للاعب الاطفال الرخيصة هتلاقي البلاستيك فيها لقم ثلاثة تخضي بالك في النقطة ان هو حتى الملمسة ليه غلط الملمسة المستمرة لان اللعبة دي افلوه هيستعمله كثير للاسف كمان في حاجة بيستعمله كثير جدا الرول البلاستيك الشفاف البلاستيك الشفاف اللي هو اللي انا بلفي بيه الاكل اكتر حاجة بيستعمله فيه ثلاثة فلازم وانا باشتريه اقرى على العلبة بتاع البلاستيك ان هو رقم خمسة مش ثلاثة رول البلاستيك ده كبان بيبقى مصارطن لو دخل المايكرويف حتى لو هو خمسة فاخدوا بالكم وبيبقى مصارطن لو لمس الدهون يعني بمعنى ايه باشتري الزبدة من السوبر ماركت بيغلفها لي اجيبلي كيلو زبدة ويغلفها لي بالورق البلاستيك فيلم ده الجبن ما الجبنة فيها كمام الدهون خصوصا الجبنة صفرة كمام الدهون اللي هو ده اللي انا بالفي ده كمان حتى لو هو رقم خمسة ملامس الدهون بيتفاعل معها يبقى انا باشتري الجبنة وروح البيت جاري افك الجبنة وحطها في علبة بتاعتي ما خليهاش في التلاجة بالبلاستيك ده خدوا بالكم النقطة دي الدهون الكثيرة الزبدة الجبن الحاجات دي كلها لازم اروح البيت افضيها لو انا هستعمله في الاكل ما خليهوش بقى يومين تلاتة في التلاجة فهو ملامس للأكل عشان ده مش كويس احنا كنا في رقم 3 زي ما قلتلكم رقم 3 ده من اكتر انواع البلاستيك انتشارا واختر انواع البلاستيك نوع خطير جدا التعامل معاه وهو رخيص فللأسف مفيش ضمير وبيستعمله كتير جدا انا مش عايز اقولك لو انت عندك علبة بلاستيك بتحط فيها الصابون والليفة عشان تعملي الموايين في البيت متستعمليهاش ثلاثة عايزين اكتر من كده متستعمليهش ثلاثة ده خالص لان كتر الملامسة ليه وكتر الاحتكاك بيه مصارتن خدوا بالكم انا هكمل بقية الارقام معاكم بعد الفاصل علشان بس اه الوقت بتاع الحلق نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل تاني استنونا موسيقى رجعنا لكم من جديد كنا نتكلم في موضوع اهم كل البيوت لان كلنا ما نقدرش نستغنى عن البلاستيك في حياتنا لازم هيكون في حاجات بلاستيك عندنا في البيت لازم هنشتري حاجات بالبلاستيك احنا اتكلمنا عن اول تلات انواع وحبتيش دوقتي في النوع الرابع اللي هو رقم اربعة وحرجحهم معاكم تاني في الاجل المثلث ورقم اربعة جوا اربعة ده امن زي رقم اتنين اللي هو قابل التدوير بس تستعملوا بايدي ما كلش فيه يعني كي اس بلاستيك علب الحاجات علب السديهات علب شامبو لعب اطفال ماشي بس مش لعب ببيهات للعب ببيهات بيحطوها في بققهم ما ينفعش باربعة او اتنين لعب البيبي لازم تكون من خمسة انو بيحطها في بقق لازم اخط بالي من النقطة دي كمان فرقم اربعة امن وقابل التدوير بس مش استخدام في اكل بيتفاعل مع الاكل ما ينفعش احطه اكل فيه دي باربعة زي اتنين واحد استعمال مرة لوحدة للأكل اتنين واربعة زي بعض استعملهم بايدي بس ما كنش فيهم تلاتة ابد عنه تماما اجيب اعلم لخمسة خمسة هو ايه احسنهم ينفع استعمله سخن وبارد يعني احط فيه اكل سخن احط فيه اكل بارد خمسة هستعمله مع الاطفال اللانش بوكس بتاع المدرسة الزمزمية المدرسة لازم يبقى رقم خمسة ما عليوش رقم ما تشتريهوش رقم خمسة يكون رقم خمسة للزمزمية المرسيحة ادي الفيزا ثلاث هنرش عليها بقى زي ما قولنا الاوريجانو احنا عطينا شوية فصل مع الخضار ادي الكمون وادي حبة البرطة بسيط كده ورشة اوريجانو وهنا نفس الكلام الاوريجانو هو الزعتر البري الجاف احنا بكده اتكلمنا عنه عن فرق من انواع الزعتر الخمس انواع زعتر وجبناها ورينها لكم ادي حبة البرطة اوكي يبقى رقم خمسة ده اامن اامن ان انا اشتغل به في مطبقي اامن ان انا اجيب علب بلاستيك رقم خمسة اامن ان انا استعمله مع ولادي في لعب اطفال ازازات ميا ازاز عصير اامن ان انا استعمله كذا مرة يعني زمزم اي استعمله كذا مرة اوكي ما فيهاش مشكله هو رقم خمسة اجي بقى للمصيبه من مصايب بتاعتنا اللي هي رقم ستة رقم ستة ده زي ثلاثة بس فيه مصيبه فيه اكتر ان هو زي ما ياسر كنت بتقولي الفلين اه الفلين رقم ستة مش الفلين كله انا بتكلم على ستيروفوروم رقم ستة دي مصنوع من ماده ستايروفوروم بتبقى شابه لفلين الماده دي ممنوع فامريكا استعمله بقى عشرين سنه وقتها من عشرين سنه بس احنا للاسف نستعمله خصوصا في المناطق الشعبية بيعمله بها ايه علب البرجر اللي هي العلب الفوم كانها في كوبات الشاي اللي هي بتستعمل ورق الماده دي خاطرة جدا جدا واستعملها قطر فلازم يبقى مكتوب عليه هو فلين ولا لا انه ممكن ما يبقاش فلين ممكن يبقى من ماده رقم ستة دي ودي مصيبة كبرى خدوا بالكم انها ستة فأي حاجه غلط زي ثلاثة بس هي مشكلة ان تلاثة رخيص فبيستعمل بكترة ستة بيبقى شكله زي الفلين او الفوم فبيستعمل في الحاجات اللي هي بدل الفوم مع الاكل ما ينفعش وعلى فكرة ستة ده اللي هو ستاير فوروم ده من اسباب ناص طبقة الاوزون لانهم بيستعمله عشان تصنيعه غاز دار بيطلع في صناعة واسمه CFC فده الماده ستة دي من اسباب تأكل طبقة الاوزون اجل سبعة هو اخر واحد سبعة ده خليط يعني مقدرش اصنفه تحت اي حاجه من اللي فاته سبعة ده خليط من المواد كلها يعني خليط منهم اللي بيخلطوا البواق اللي فيه فبرده سبعة ده غير امن للأسف ازايز الميا المعدنية بتاع شركة كبيرة جدا اللي هي الازايز الكبيرة تتملي من رقم سبعة للأسف وكلمناهم كذا مرة وقال لك محدش اشتكى من حاجه هي دي مشكلة ان احنا عم نشتكيش ومبنعرفش ما بنحاولش نعرف ونحاولش نقرأ ازايز الميا انا قريها بنفسي رقم سبعة وده خطر جدا ومشكلة كبيرة جدا مشكلة تانية صبعا كتير جدا من الشركات الاجنبي بتجيب لنا الببرونات بتاعت البيبيز مكتوب عليها سبعة سبعة استعمله في حالة واحدة بس لو مكتوب عليه فري بي اي مكتوب عليه فري بي بي اي في الحالة دي ممكن استعمله خصوصا في الببرونات يعني لازم يبقى الببرونا لو مكتوب عليها سبعة مكتوب عليها الكلمة دي لازم ولا تستعملهاش لازم لان من اكتر الحاجات اللي بتستعمله رقم سبعة فيها ببرونات البيبيهات خلاص يبقى انا عندي نعيدهم كده بسرعة علشان الوقت بتاعنا علشان الناس بس ما تنساش رقم واحد امن استعمله كويس جدا اكل وشرب بس مرة واحدة يعني ما استعملوش ما جيبش البرتوان البلاستيك بتاع السلسة اخسله واحطه في بهارات مثلا استعمل برتوان ازاز اجيب برتوان السلسة الازاز اخسله واحطه في بهارات او احط في اي حاجة يبقى انا ما استعملش رقم واحد ده البلاستيك رقم واحد في اي حاجة اكتر من مرة اوكي رقم اتنين اامل هو واربعة يعني اتنين واربعة علشان ايه نسهل عليكم الحفظ اتنين واربعة استعملهم سيف بس مش للأكل لعلب علب السديهات علب اللعب زي زي الشامفو لعب الاطفال لما يحطوهش في بقه ممكن استعملها اتنين واربعة يعني العربيات تعطي الاطفال لهم الاطفال الكبروا بفوق السارتين تلاته مش هيحطوا اللعبة في بقه فبالتالي ممكن يستعملوا المكتوب على اتنين واربعة خلاص يبقى اتنين واربعة امن بس مش للأكل ثلاثة ثام خطر وسام مادة خطرة وسامة ورخيصة علشان كده منتشرة جدا للاسف مفيش ضمير فبيسترخصوها او بيحطوها لنا ثلاثة ده ابعد عنه تماما هو اللي هو بس بس هو في المواصير ماشي هيعدي ولو اني طبعا دلوقتي مش هنخش في المهاترات ومشاكل بس هو المفروض ان انا اخد بالي كواس جدا من الحكادي حتى في المواصير المياه لازم تكون مجالفينك عشان تبقى ايه معزولة ثلاثة سام ما ينفعش ان انا اقربله خمسة هو الامن ان انا استعمله في كل حاجة حتى ابن في الميكرويف بس اخد بالي من حكاية الميكرويف دي كمان الميكرويف العلبة لازم يبقى مكتوب عليها انها تدخل الميكرويف حتى لو هي خمسة يعني لازم يبقى مكتوب عليها انها تستعمل في الميكرويف علشان ما تتفاعلش ايه والستة زي ما قولنا ده مادة خطرة جدا وما ينفعش استعمله وللأسف هي بيستعمله فيها الفلين والفوم والعلب البيرجرز والاكل ده بالكثرة في مصر خصوصا في المناطق الشعبية خدوا بالكم يا جماعة البلاستيك من اكتر الحاجات اللي ممكن تعملينها مشاكل ويجبينينا امراض احنا في غيرنا عنها سبعة خليط من المواد دي كلها لا يستعمل الا لو مكتوب عليه فريميك بي ايه سبعة ماستعملوش غير لو مكتوب عليه فريميك بي بي ايه يا رب يكون افتكوا بالموضوع ده ولمينا بيه المرب بيتراك معنا النهاردة داخل معنا سبونسور هنعملوكوا بعد كده بقى وصفات كثير بيها ان شاء الله احنا معنا فاضلة دايه وقت من الحلقة طيب نعيد بقى الحاجات اللي عملناها ونقول الحاجات اللي الناس طلبتها هنقول صليت البطاطا ايه عملناها احنا من اسبوع كده او اسبوعين ايه عملناها بطريقتين هقولكوا الطريقة سهلة وحلوة جدا البطاطا دلوقتي موجودة في السوق البطاطا فيها بيتا كاروتين فيها مضادات اجسادة قوية جدا برضو من الحاجات اللي بتزود المناعة الايام دي وسبحان الله ربنا خلاها هي والقرع العسلي بيطلعوا في الوقت ده البطاطا القرع العسلي الجزر البتا كاروتين فيتامين ايه فيهم بيقوي المناعة جدا ومضادات طبعا الاكسادة فيها فضيعة فهي بالتالي مضادة للسلطان هستعمل كيلو نص بطاطا مسلوقة هجيب البطاطا وسلوقة كيلو نص بطاطا مسلوقة معلتين كبار زبدة نص كباية سكر معلتين حليب او حسب الرغبة يعني لو البطاطا نشفة حطي الحليب مش نشفة وطريقة وحلوة ملوش لازمة خالص هستعمل سكر بني للوش دي اول طريقة تاني طريقة نفس المأذير اللي هي كيلو نص بطاطا مسلوقة معلتين كبار زبدة نص كباية سكر معلتين حليب وسكر بني للوش بس هزود عليهم مأذير مهلبية اللي انا هحطها على الوش اللي هي عمارة عن ثلاث كباية حليب ثلاث معالق نشا نص كباية كريمة ست معالق سكر ومكسرات اختيري هاجي اعمل ايه؟ هخلط البطاطا اللي انا سلقتها ههرسها واخلطها مع الزبدة ومع السكر وافردها في الفايركس وبعد كده بيجي على وشها اروح حطى السكر البني لو انا مش هعمل المهلبية هدخلها بالسكر البني على الفرن السكر هيتكرمن على وشها يعملي زي الكروكو وتتقدم وتتاكل كده بس وارع البطاطا مع معلتين الزبدة ونص كباية السكر ومعلتين الحليب وعلى وشها السكر البني لو انت عايزة تعملي لها المهلبية هتخلطي الحليب مع النشا والكريمة والسكر وتحطيه على النار لغاية لما تبقى عندك مهلبية تروحي حطها على وش البطاطا بس بقى ايه قبل ما تدخليها الفرن يعني تدخليها الفرن يتذكر من باكاتة اللي تحطيها عليها المهلبية لا تحطيها من الاول على البوش البطاطا واتدخليها الفرن وبعد كده وتحملي وشها وتقدميها بالهنة والشفر الزغنونة اللي طلبت الكفتة بالسلسة بسي الكفتة بتجيبي نص كيلو لحمة وعفرومة بتفرومي معاها بصلية كبيرة 3-4 فصوص توم بتحطي حزم البقدونيس ولو انت عايز تحطي بتحبي تعمل كوزبرة والشبك ممكن تحطي معلقة كوزبرة خضرة ومعلقة شبك وبنحط فيها كمان ربع كوباية بقصومات ربع كوباية البقصومات دي انت لو تحبي ممكن تحطيها مع معلقتين حليب لمدة 10 داية يترل بقصومات وينشف وينفش سري وتروح يخلطها مع اللحمة والبصل والتوم والخضار وتحطي طبعا ملح وفلفل ورشت بهارات مش هكذا بتتكور اللحمة دي وتعامل كور بتضحرجيها في معلقتين تحتها زيت مش تحمير عميق عشان ما تشربش زيت كتير خدي بالك ان التحمير العميق بيخلي الاكل ياخد زيت اكتر من التحمير السريع فانا بحط معلقتين تحتها زيت وحمرها بسرعة وانا بحرك الطاصة بسرعة بحيس تاخد لون كويس لانا لسا حسقطها في الصلصة هعمل لها الصلصة بان انا اشقوح نص بصلة مبشورة مع فصين توم في شوية زيت زغنانين من غات ما يسفروا انزل عليهم بطماطم مبشورة حويتها التماطميات وشوية مية ومعلقة الصلصة هي غلوة هروح سقطة فيها يا كور الكفتة اللي انا شوحتها ممكن احط لها رشة زعتر ومعلقة صغيرة سكر وملح تغلي عشر دقائق لما الكفتة تستمي وبالهنة والشكر اه هنقول بقى الوصفات بتاعت النهار ده اللي عملناها عملنا كافسة فراخ بالكالي حلوة وجميلة وحرقة مشتشطة المقذير بتاعتي هستعمل فرخة كاملة هقطعها اربعة هتبل الفرخة دي بملح وفلفل هحط معاهم معلقتين كبار كاري باودر معلقة بابريكا عصير لمونة خمس معالق كبيرة زيت زاتون وثلاث فصوص طوب دي التدبيلة بتاعة الفراخ وبعد كده بحطها في فرن متغطية لغاية لما تستوي بكشف غطاها ولغاية لما تاخد اللون اللحمر الحلو زي اللون اللي انتوا شايفينه معنا هنا هون هدي الكافسة بالفراخ والكالي هعمل رز الكافسة بقى ازاي هجي كباة ونص رز بسمتي دي المقذير بصلتين مفرومين ناعم مبشورين يعني جزرتين مبشورين حبيتين طماطم مبشورين معلقتين صلصة طماطم كباة بسلة مجمدة جزرة متقطعة مكعبات هستعمل معلقة كبيرة جنزبيل مبشور فرش يعني اربع فصوص طوم وبهرات كاملة حبهين وكزبرة وقرفة وقرنفل وورق لورة وشطة ولومي وكالي وثلاث كباة ملقة فراخ وزيت وملح بشوح البهرات دقيقة هحط عليهم الطوم والجنزبيل دقيقة تانية عشان ما اتحرش انسل عليهم البصل والبسلة والجزر بعد كده الطماطم والصلصة يتسبقوا حاجة بسيطة مع البسلة والجزر بعد كده بسئة الرز بعد ما بحط فرقة الفراخ وبسيبة تستوي على النار هادية وبعد كده بقدمها مع الفراخ بحط الفراخ على وشاة ومكسرات وبقدمها وقت حلقات الخلص رب تكونوا استفدتم معنا بالحلقة بالحاجات اللي عملناها اي سؤال انتوا عادتين وكلمونا او بعتقدنا على الفيسبوك وان شاء الله انا معاكم لغاية اخر الاسبوع بدل شيف يوسري وعشوفك عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة